بخصوص القضايا المرتبة برمضان طبعا رمضان هو واحد الشهر اللي بالمناسبة كنتمنى ويدخل عليكم جميعا على جلالة الملك وعلى مختلف أفراد الشعب المغربي باليوم وبالبركات هو شهر اللي فيه واحدة طقوس خاصة اللي كتحتاج واحدة تأبيئة من طرف الحكومة لكي تقوم يعني بالوقوف على الزويد الطبيعي للأسواق بمختلف المنتجات التي يتم يعني الإقبال عليها في هذه الفترة من السنة طبعا الاجتماعات التي عقدت على مستوى وزارة الداخلية والتي ضمت مختلف القطاعات المعنية أكدت بأن هناك الحمد لله وفرة في مختلف هذه المواد لكن شقتان المرتبة بالسؤال ما هي يعني الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمراقبات بعض الممارسات الغير قانونية يجب أن نتفق بأن هذا الموضوع دي المراقبة هو موضوع يمتد على طيلة السنة يعني لا يتوقف طيلة السنة وهناك مراقبة وإذا أخذنا بعيد الاعتبار مثلا مختلف التدخولات التي أشرف عليها السادة الولات والعمال خلال سنة 2023 فهذا يؤكد على أنه تمت مراقبة أزياد من 322.316 نقطة بيع وتم ضبط 15.966 مخالفة بارتفاع من إسبادي الـ 28% مقارنتاً مع سنة 2022 وقد تم إنجاز محاضر في حق 12.575 مخالفة تم إرسالها إلى المحاكم المختصة كما تم إتلاف ما يناهز 1058 طن من المواد غير الصالحة لاستهلك أو غير المطابقة للمعايير تنظيمية المعمول بها بخصوص هذه السنة سنة 2024 وبنسبة الفترة المتدة من يناير 2024 إلى غاية 21 فبراير 2024 فلقد تم مواصلة العمل للمراقبة بحيث تمت مراقبة 31.383 نقطة بيع وتم ضبط 1948 مخالفة منها 374 كانت موضوع إندارات للمخالفين و1574 تم إنجاز محاضر بشأنها ورسلت إلى المحاكم كما تم حجز وإتلاف 70 طن من المنتجات غير الصالحة وكرروا مرة أخرى بأن موضوع المراقبة تقوم به المصالح المختصة على طيلة السنة لكن في هذا الشهر الفضيل يتم الوقوف على تزويد الأسواق بمختلف المواد التي يحتاجوا إليها المواطنين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر